هل سبق قبل كده أنه في شهادة فضلت مفتوحة للشراء إلى يوم الدين؟ لا طبعاً ما فيش حاجة زي كده يبطب مفتوحة لفترة معينة ليها غرض معين؟ ليها هدف معين؟ بتحققه مجرد ما تحقق منه؟ خلاص الموضوع بينتهي وبتدي ممكن تكون في شهادات تانية لظروف تانية في وضع تاني كل وقته لظروف يعني الشهادة دي عمرها ما كانت هتحدث وم 18% إلا لو الأزمة الروسية أو أزمة التضخم العالمية هي اللي أثرت لكن غير كده ما فيش شهادة بتستمر الفترة دي وهي دايماً كمان بتكون لفترة محددة يعني طيب هو مش ده معناه أنه لما أنا أجي أقول والله هذه الشهادة استنفذت غرضها بالنسبة لي كدولة أو كقطاع مصرفي وأنه خلاص كده احنا مش هنصدر منها تاني واللي اشترى اشترى حلال عليه وأنه هياخد العائدات بتاعته طبقاً لمهو متفق عليه لمدة 12 شهر من تاريخ أو تاني يوم تاريخ الشيرة مش ده معناه هتنزل بالتأكيد بفئات أقل لأنه معناه أن الوضع الاقتصادي أصبح عفيه تحسن وإلا كنت أفضل سيبها مفتوحة لو سبتها مفتوحة يبقى أنا نشاكك في أدائي الاقتصادي لو أنا أفلتها يبقى أنا مش شاكك في أدائي الاقتصادي وإلا أنا فهمها مغلطة لا طبعاً يعني ما فيش حاجة اسمها شهادة بالعائد ده تكون مفتوحة وبالتالي طبعاً أكيد من وقت ما ترح تم ترح هذه الشهادة هيبتدي معدل التضخم يزبط يتراجع ينخفض نصل إلى المعدل التضخم المستهدف إنه بيبقى معدل التضخم المستهدف ينحدد مستهدفينه وبالتالي أنت هنا بيبتدي نقلل يعني نقلل تأثير السياسة المقدمة بقدر المستطاع علشان يرجع السوق تاني أو نرجع نخرج من المرحلة اللي احنا فيها دي لمحارة الرواج والنمو وإن احنا نقلل سعر الفايدة علشان احنا بنقول إن رفع سعر الفايدة ده منسميه سياسة انكماشية سياسة انكماشية اللي بتحدث وقت لما يكون فيه أزمة ما بنستخدمها فلما العرض بيزول بنبتدي نرجع أو بتبتدي السياسة المقدمة بتتعامل وتخفض سعر الفايدة زي ما حصل احنا مش كان فيه في 2017 نفس المشكلة لما التضخم زاد ترفع سعر الفايدة وبعدين يبتدى يقل تدريجي ده أنا فعلنا كان فيه شهادة 25 وبعدين شهادة 20 وبعدين أظننا كان فيه شهادة 19 وبعدين شهادة 16 وبعدين وصلنا إلى أنه الشهادات بقت سلساية وخماسية بس ولما انخفض التضخم انخفض سعر الفايدة حتى مدة 10 اجتماعات متتالية صحيح ده وراء بعضه وراء بعضه لكان سعر الفايدة وصل من قيمة سنة كان 7% يعني دي بتوبة زي ما يقول عليها الغرض معين الهدف معين فقط لغير موضوع ما يتحملش أولا مش سايف مبرر الناس عمال بتسأل في التفاصيل الفنية اللي ليها يعني ده زي علاج مثلا موضوع منتهي